السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين الكرام رحل صباح اليوم قام فنية كبيرة أثرت في عالم السينما المصرية والتلفزيون وقدم الكثير والكثير من الأعمال الفنية رحل عن علمنا مبدع من مبدعين السينما المصرية رحل صاحب فيلم الإرهاب والكباب رحل الأستاذ في فيلم المنسي رحل صاحب العمل الفني اللعب مع الكبار رحل صاحب فيلم الهلفوت والإنسان يعيش مرة واحدة وغريب في بيتي وعمارة يعقبيان وطائر الليل الحزين رحل صاحب فيلم الراقصة والسياسي رحل عنا مع بدايات عام عشرين واحد وعشرين الكاتب والسينارست الكبير وحيد حامد فجر اليوم السبت عن عمر سبع وسبعين عاما بعد أن وافته المنية في العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى وعن الكاتب الكبير وحيد حامد فهو من مواليد 1 يوليو عام 1944 وهو كاتب سيناريو مصري عرف بتقديمه للاعمال المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف وشريف عرفة وعاطف الطيب ولقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية والدولية وحاز عنها على عدة جوائز وآخرها كان تكريمه في مهرجان عشرين عشرين وحصوله على جائزة الهرم الزهبي التقديرية لإنجاز العمر وذلك في مهرجان القاهرة السينماء الدولي في دورته الـ42 والراحل العظيم بدأ بكتابة القصة القصيرة والمصرحية في بداية مشواره الأدبي ثم اتجه إلى الكتابة للإزاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات ومن الإزاعة إلى التلفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات كان يقوم بكتابة المقال السياسي والاجتماعي في أكثر الصحف انتشارا ويحظى بجمهور واسع من القراء وكذلك أشرف على ورشة السينما بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات متتالية الراحل الكبير وحيث حامد ولد بقرية بني قريش مركز منيا الأمح محافظة الشرقية مصر وهو متزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التلفزيون المصري سابقا ووالد المخرج السينمائي مروان حامد وكانت جنازة الراحل الكبير وحيث حامد صباح اليوم كانت جنازة مهيبة طليق باسم سيناريست كبير بحجم وحيث حامد انتهت مراسمها بعد الصلاة وعليه في ساحة مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من محب الكاتب الراحل وكان في مقدمتهم وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم المنتج محمد العدل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزة العليلي والكاتب بشيري ديك المخرج شريف عرفة والفنانة لبلبة والفنانة إلهام شهين والمخرج محمد يسين والفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد حلمي والفنانة مونة زكي ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل ولم تتمالك الفنانة إلهام شهين ضمعها كما بكت لبلبة متأثرة برحيل واحد من أهم الكتاب الذين تعاونت معهم وتساقطت دموع بشير في وداع صديق العمر وفي النهاية وداعا الكاتب والسيناريست العظيم وحيد حامد وإنا لله وإنا إليه راجعون وللفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته